أفادت الهيئة العليا لفك الأسرى والمعتقلين بأن السجناء في سجن حماة المركزي نفذوا استعصاء عاما جديدا وطالبوا الهلال الأحمر بالتدخل عقب تأزم الأوضاع الإنسانية داخل السجن وحصلت قناة حلب اليوم على تسجير مصور من داخل سجن حماة المركزي يظهر احتجاز السجناء عددا من عناصر قوات النظام بينهم ضباط وينضم إلينا عبر سكايب من ريف حماة الناشط الإعلامي أبو يزن النعيمي مرحبا بك أبو يزن لو تضعنا في آخر تطورات سجن حماة المركزي تحية لك والسادة المشاهدين بالفعل هناك استعصاء جديد في سجن حماة المركزي سببه مماطلة النظام وعدم تنفيذ البنود التي تم اتفاق عليها ما بين وفد النظام المكون وزير الداخلية وزير عدل وأيضا ما بين السجناء البارحة كان هناك مشادة كلامية ما بين مديف سجن حماة المركزي وأيضا قاد شرطة محافظة حماة ونواف الملحم أحد شويف العشائر بين السجناء وأنهم لن يطلقوا صراح جميع السجناء وسيحولون إلى محاكم ميدانية وأيضا محاكم عسكرية مما أثار غضب السجناء وأيضا على إثرها تم اعتقال مدير سجن حماة المركزي وقاد شرطة محافظة حماة طبعا اعتقال لدى المهتقلين حتى اللحظة السجن في حالة استعصاء محاولة فاشلة لاقتحام السجن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وأيضا الرصاص طيب طيب أبو يزن مصادر عالمية قالت إن السجناء نفذوا الاستعصاء الجديد بعد إبلاغ رئيس المحكمة الميدانية بأنه سينفذ حكم الأعدام ببعض السجناء ما حقيقة هذه المعلومات؟ هذا سبب آخر للإستعصاء وهو رئيس محكمة الإرهاب رضا موسى لم يوقع على أي إطلاق سراح بحق الأحكام الميدانية فقط الأحكام الخفيفة وأحكام المحتقلين الرأي أو الذين لهم سلة بالمظاهرات أو إلى آخر لكن الأحكام الميدانية ومحتقلين السياسيين لم يوقع على إطلاق سراحهم وأيضا تحويلهم إلى محاكم ميدانية فهذا أثار حفيظ المحتقلين النقطة أن المساجين هالمرة يعني مش راضين التفاوض بشكل كامل خروج جميع المحتقلين برعاية أممية وأيضا بضمانات دولية يعني المرة الماضية كان هناك اتفاق مع النظام على إطلاق دفاعات وإلى آخره المرة يدون هناك تدخل دولي وخاصة الصليب الأحمر الدولي للإشراف على عملية إطلاق جميع السجناء سجن حمال طيب بالنسبة لهذه الاستغاثة هل عمليا حدثت خطوات نفذت من قبل هذه المنظمات لإنقاذ المساجين من الاستعصال الأول كل صراحة كانوا شاطاء نرسل الصليب الأحمر ولجميع المنظمة الدولية لكن لا حياة لمن تنعاتي هناك فقط الهلال الأحمر السوري هو الذي دخل للسجن وهناك عملية تفاوض مع الهلال الأحمر لكن السجناء رفضوا وصف الهلال الأحمر السوري نعم شكرا لك أبو يزل نعيمي كنت معنا من حمل